فتيل الأزمة التي يخشى الجميع من انفجارها إلى حرب في لبنان اشتعل بعد الهجوم الذي طال بلدة مجدى الشمس تقع البلدة في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 وضمت أجزاء منها عام 1981 في خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية وتكتسي هضبة الجولان أهمية استراتيجية للجانبين خصوصا لثروتها الكبيرة من المياه العذبة وتطل هذه الهضبة على الجليل وعلى بحيرة طبريا من الجانب الإسرائيلي تتحكم بالطريق المؤدية إلى دمشق على الجانب السوري هذا وكان الجيش الإسرائيلي احتل الجولان السوري في التاسع من يونيو 1967 ثم جيبا إضافيا في الهضبة مساحته حوالي 510 كم مربعة خلال حرب أكتوبر 1973 قبل أن تتم استعادة جزء منه في العام التالي مع جزء صغير من الأراضي التي تحتلها أو احتلتها في 1967 بمجاب هذا الاتفاق في عام 1974 أقيمت منطقة عازلة من زوعة السلاح تشرف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك على احترام هذا الاتفاق وفي عام 1981 أعلنت إسرائيل ضم القسم المحتل من الهضبة ومساحة حوالي 1200 كم مربع ويحض أيضا لبنان والأردن طوال حقود لم يعترف المجتمع الدولي بهذا الإجراء إلى أن خرقت الولاية المتحدة ذلك عام 2019 وخلال حربي 1967 و1973 اضطرى نحو 150 ألف شخص أي غالبية السكان السوريين في الهضبة إلى مغادرة أراضيهم ويبقى اليوم حوالي 25 ألف سوري من الطائفة الدرزية تحت الاحتلال الإسرائيلي ترفض غالبية من الحصول على الجنسية الإسرائيلية وتكتسب أهمية بالنسبة إلى إسرائيل التي تعاني نقصا مزمنا في المياه وكانت مسألة المياه في الستينيات من الأسباب الرئيسية لخلاف الإسرائيلي السوري الممهد لحرب 1967 وشكلت مسألة الجولان عقبة أساسية في مباحثات السلام الإسرائيلي السوري التي انطلقت في التسعينيات ترجمة نانسي قنقر